موسيقى موسيقى أهلا بكم في ليبيا إفراج عن 214 إسلامية نبذوا فكرة القاعدة منهم ثلاثة من قادة الجماعة الليبية المقاتلة وفي السعودي اعتقال 113 بتهمة الارتباط بالقاعدة والإعداد لهجمات على منشآت حيوية منها منشآت نفطية ساحرة ناقش الخبرين مع ضيوفها من الرياض معنا الباحث السعودي حمود العتيبي ومن واشنطن إريك ستاكلبيك وهنا في الستيديو محمود شمام الباحث الليبي أهلا بكم جميعا مستاذ شمام ما هي ملاحظاتك الأولية على الإفراج في ليبيا عن السجناء؟ أولا إنسانيا هذه خطوة نرحب بها أي إفراج على أي معتقلين سياسيين ونأمل أن يتم الإفراج النهائي عن كل ليبيا من هذا المعتقل سياسيا هناك تساؤلات عديدة بعض التساؤلات تتعلق بالسيادة لماذا يحضر السفير الأمريكي المؤتمر الصحفي ويجلس مع قادة الجماعة الإسلامية المقاتلة أليست هي قضية سيادية ليبيا تتعلق بالوضع الداخلي ما دخل السفير الأمريكي والسفير الفرنسي بهذا الأمر الشيء الثاني العقيدة القذافي أعلن منذ شهرين تقريبا أن عندما طالب وزير العدل بإطلاق صراحة لأن صدرت أحكام لم تصدر أحكام من المحكمة ضدها عندها قال العقيدة أن هذوم رهابيين وسيظلوا في السجن ربما إلى الأبد ما الذي حصل خلال هذا الشهرين لماذا نجح سيفي القذافي في إقناع ولده أو لماذا تراجع السيد العقيد القذافي هذا أمر آخر الأمر الأكثر أهمية أن هناك مثل هذا العدد لم يطلق صراحة وهم من نفس المجموعة ويتعرضون لنفس التهم هل هناك من أعلن توبته وهناك من لم يعلن توبته الأمر الأخير أنه حتى مع صدور هذا العفو والكلام عن هذا العفو عندما ذهب بعض أسر هؤلاء السجناء لإطلاق صراحة بناءهم من السجون هذه علمناها في آخر اللحظة لم يتم إطلاق على الأقل 12 إلى 20 مجون من هؤلاء القائمة التي أعنت أنها سوف تطلق صراحة كل هذه التساؤلات ربما إذا أتيحت لنا الفرصة والوقت سنناقشها بشكل أحد نعم بلا شك وسأنقلها نقطة نقطة أبدأ مع سيد أريك في واشنطن بداية تساءل هنا الباحث والكاتب الليبي محمود شمام عن سبب حضور السفير الأمريكي مثلا لهذا الإعلام في ليبيا عن الإفراج عن عشرات الإسلاميين السابقين هذا سؤال جيد يا حسين في الواقع هذه أول مرة أسمع فيها هذا والإنسان يتساءل لماذا هم موجودون هناك علاقات ليبيا مع أمريكا تحسنت منذ عام 2003 حيث تم تأهيل ليبيا وأعلنت عن التخلي عن برنامجها النووي ولكن المجموعة الإسلامية المقاتلة كما قال محمود هي مجموعة جهادية متصلبة لها علاقات طويلة مع القاعدة أنا تحدثت مع قائد سابق في المجموعة الإسلامية المقاتلة في ليبيا خلال رحلة إلى لندن نعمان بن أحمد ربما محمود يعرفه وهو يقول أن مجموعة المجموعة الإسلامية المقاتلة نبذت الجهاد وقررت أن تباعد ما بينها وبين القاعدة وما أعتقده هنا هو أن السفير الأمريكي كان موجودا في المؤتمر الصحفي من أجل الترويج لهذه المجموعة كمجموعة إرهابية متأهلة تخاصم القاعدة الآن وربما يحاول أن يغرس إسفينا بين القاعدة والمجموعة الإسلامية المقاتلة نعم أيضا سنعود في نقاش تفصلي لهذه النقطة المهمة جدا ننتقل إلى الرياض وحمود الزياد العتيبي أهلا بك الباحث السعودي في شؤون جماعات الإسلامية أستاذ حمود أيضا في السعودية اليوم إعلان عن اعتقال خلايا مترابطة أحد هذه الخلايا من مئة وشخص واحد نصفهم تقريبا من السعوديين أيضا هناك خليتان أخريان كل واحد منها لستة أشخاص كانت تعمل لتنفيذ عمليات ضد منشآت نفطية كما قالت السلطات السعودية وهم أحد عشر سعوديين ويمنيا واحدا كيف يمكن أن نقرأ هذه الاعتقالات اليوم؟ وهل يمكن الربط على مستوى تنظيم القاعدة ما بين ضربة الأمس بين مزدوجين في ليبيا وضربة اليوم في السعودية؟ باعتقادي أنه ما في رابط بين القاعدة والجماعات الناشطة بالسعودية والتي تنطلق من اليمن خاصة خلال العامين الأخيرين وبين ما يحدث في ليبيا يبدون القصة مختلفة وظروفها السياسية والأمنية في ليبيا مختلفة عما يجري في السعودية ما يجري في السعودية هي شبكة وخليتين نستطيع أن نقول ذلك هي شبكة من 101 وشخص أكثر من نصفهم يمنيون وهذا مؤشر مهم الآن 51 يمني من ضمن شبكة 101 وهذا له ارتباط بما جرى خلال الأشر الماضية على الحدود السعودية مع اليمن ومحاولة التغلغ الحوثي إلى الحدود الجنوبية والتحالف المصلح الذي تم بين القاعدة وقاعدتها في اليمن وما يجري في الحوثيين وحركتهم في اليمن وبدعم من أيران تحدثنا بشكل واضح ومحاولة دعم الحوثيين وبالتالي وما أعلنته القاعدة وجماعات القاعدة في اليمن وتعاونها مع الحوثيين هذا الرابط مهم في فهم ما يجري في السعودية الآن والشبكة التي تم القبض عليها الخليتين الأخرين هم 11 سعودي وشخص يمني أيضا طبعا الخليتين حسب بيانة الداخلية السعودي تخططان إلى ضرب منشآت نفطية هذا العمل ليس جديدا عام 2006 كانت هناك محاولة لضرب أكبر منشآة نفطية شرق السعودية في بقيك طبعا منيت القاعدة عملياتها بالفشل وتم القضاء على تلك الخلية ثم بعد ذلك أخذت القاعدة تنقل عملياتها أو قاعدتها وتحركاتها من السعودية وتحديدا عام 2008 إلى أن تنطلق من اليمن وتضع لها مكانا في اليمن بسبب الأوضاع السياسية والأمنية في اليمن والهدف السعودية وليس اليمن بالتأكيد ما يجري في اليمن من تجميع للقاعدة بعناصر السعودية واليمية هو الهدف الاستراتيجي والهدف الاستراتيجي في السعودية وليس في اليمن العملية السعودية أو ما أعلن عنه اليوم من وزارة الداخلية يدلل بشكل أكيد على أن الأمن السعودي يستطيع أن يصل إلى تلك الخلايا لكن المشكلة أن تلك الخلايا لا تنتهي وهذا ما يجب أن يبحث ويناقش نعم أستاذ محمود قبل أن نعود إلى مسألة السفير الأمريكي سنناقشها في جزء خاص كامل هذه النقطة هل تتلقى القاعدة ضربات بين السعودية وهل يمكن تفسير الخطوة في ليبيا على أنها ضربة لتنظيم القاعدة كون المفرش عنهم كانوا يتبنون فكر تنظيم القاعدة وتراجع عن هذا التفكير هذه كذبة كبيرة الجماعة المقاتلة في ليبيا نشأت في ليبيا وفي أوائل التسعينيات عندما لم يكن هناك قاعدة وعندما لم يكن هناك مواجهات مع الولايات المتحدة ومع الغرب بعض قادة هذه الجماعة تدربوا في أفغانستان أبان التصدي للشوعية وبالتالي لا علاقة على الإطلاق بين ما جرى في ليبيا في التسعينيات وبين ما جرى بعد ذلك في العالم الأمر الآخر أن الضحايا الذين سقطوا سواء كانوا هؤلاء الضحايا من الجماعة الإسلامية المقاتلة أو من قوات الأمن وهم يقدروا بالمئات كلهم ليبيون لم تحدث أي عملية لجماعة الإسلامية المقاتلة خارج حدود ليبيا وبالتالي الحديث على أن هذه الجماعة هي ضمن القاعدة هو حديث ربما استخدمها النظام الليبي في محاولة الدخول في المحور المضاد للإرهاب وتحسين العلاقة مع الولايات المتحدة والدخول في هذه الأجندة المهمة بالنسبة للنظام الليبي ولكن حقيقة الأوضاع أنها لا صلة لهم على الإطلاق هناك مجموعة صغيرة جدا ربما يعدون على أصابع اليد الواحدة أعلنوا التزامهم بفكرة القاعدة فيما بعد أما أنهم بقوا في أفغرستان أو انتقلوا إلى قاعدة شمال إفريقيا في الجزائر وعلى الحدود الصحراوية ربما هناك بعض أفراد قليلين من هذه الجماعات ولكن هذا الكم الهائل الكبير من المحتقلين السياسيين للجماعة الإسلامية المقاتلة اعتقلوا داخل ليبيا واعتقلوا وهم يقاتلون قوات الأمن في النظام إذن لا رابط بينهم ولكن إذا لم يكن سمت الرابط أو صلة بتنظيم القاعدة في المسألة العضوية إن صح التعبير لكن فكريا ما يعد الآن إنجاز في ليبيا وما تقول السلطات والسيد سيفي الإسلام القضافي أنه إنجاز أن هؤلاء يتراجعون عن أفكار متطرفة ويتبنون نهج الاعتدال وحتى أن هؤلاء القاضى ومنهم الثلاثة الذين ظهروا في المؤتمر الصحفي أو في الاحتفال يدعون المقاتلين في الجزائر وفي مال المقاتلين الليبيين إلى مراجعة التصحيحات التي قامت بها الجماعة الليبية المقاتلة جرت تصحيحات في مصر جرت تصحيحات من قبل الجماعة التكفيريين في مصر ربما تقول هذه المراجعات ضمن هذه الأطر ولكن ليس هذه هي القضية المهمة ما يحصل في السعودية أمر مختلف السعودية تتعرض لتهديد مباشر كما قال الأخ من السعودية من مجموعة كبيرة من القاعدة تعمل من اليمن وتعمل من مناطق أخرى التشابه الوحيد في الوضعين أن الاعتقالات في الدولتين تتم دون أسس قانونية في معظمها اعتقالات استباقية ولا تخضع للنظام القضائي ونما تخضع للنظام الأمني في كل الحالة في حالة السعودية بالتعديد لازال الحل الأمني هو المهيمن وليس الحل السياسي هو المهيمن ربما هذه هي التشابه مع ذلك الجماعة الإسلامية المقاتلة في ليبيا جماعة ليبية صرفة وهي معترضة أساسا على النظام في ليبيا وعلى برامجه وعلى ما قام به من قمع في تلك الفترة من الفترات وربما نناقشها بشكل أكثر تحديدا نعم وأيضا سأسألك عما إذا كان في هذا الكلام نوع من المخاوف عما إذا كانت هذه الجماعة قد عقدت صفقة مع النظام الليبي تقلقكم كمعارضين ليبيين هل هذا ما تتخوفون منه؟ لا نحن كما قلتنا في مرات كثيرة أن المعارضة ستبقى معارض النظام العقيدة الجذافي ستبقى طالما هذا النظام موجود وهي معارضة كما قلت أيضا معارضة ضميرية في أكثر من نهية معارضة تريد أن تطيح تحشد الجيوس على أبواب طرابلس ما أقوله أن هناك نوع لأول مرة في تاريخ الاعتقالات السياسية في ليبيا أن يأتي أحد المعتقلين السياسيين ويتوب كان هناك معتقلين من الإخوان المسلمين كان هناك معتقلين يساريين كان هناك معتقلين من التجمع الإسلامي كان هناك معتقلين قوميين وبعثيين وقوميين عرب من كل الأصناف والأشكال لم يخرج معتقل سياسي ليبي واحد ليقول أنا تائب وأنا ندم على ما فعلت الجماعة الإخوة في الجماعة المقاتلة قيادتهم أعطوا الآن شكل جديد وهو شكل يشابه ما حصل في الشام وفي العراق في الستينيات عندما كان تعلن التوبة وتوقع رسائل ومشابه ذلك هل هذا الأمر يثير قلقكم كمعارضة ليبية؟ هل يحبط نوعا ما جهود المعارضة ليبية؟ أولا لم تتبنى المعارضة الليبية أو المعارضة التي أنا أعرفها أو المعارضة التي أنا أتعاطف معها لم تتبنى في وقت من أوقات العنف طريقا للنضال السياسي المعارضة التي أفهمها تناظر سلميا وتناظر بالطرق السلمية وتناظر من أجل إقرارة ديمقراطية وحقوق الإنسان وبرنامج وطني ديمقراطي وهؤلاء يطلقون اليوم لينخرطوا في هذا الإطار السلمي لينخرطوا أنا قلت بديت كلامي بأننا نرحب بإطلاق صراحة وبالعكس نحن فرحين لإطلاق أي صلاح ليبي من أي سجن السجون الليبي وأنا كنت أتمنى حتى الألف ومئتين معتقل سياسي الذين دفنوا على أنقاذ سجن أبو سليم كان أتيحت لهم هذه الفرصة وأتمنى الأربعمية أو الخمسمية معتقل سياسي الآخرين وربما أكثر من ذلك وعلى رأسهم جمال حاجي أن يتم إطلاق صراحة في أقرب فرصة من قال أن نحن ندعو للسجون وسجن الناس ومن قال أننا نستفيد عندما يتم مزيد من سجن الناس وتعذيبهم واعتقالهم أبدا نحن نستفيد من أجواء الحرية والانفتاح أكثر من أن نستفيد من أجواء القمع والتعصف على كل حال سوف نتابع هذا النقاش بعد هذا الفاصل الأول في هذه الحلقة مشاهدين الكرام نعود إليكم بعد قليل لمتابعة ساعة حرة فابقوا معنا عودة مشاهدين الكرام من متابعة هذه الحلقة من ساعة حرة قبل أن تقل مجددا إلى إيريك في واشنطن عود إلى الرياض وستاذ حمود هل لديك أي تعليق حول ما قاله سيد محمود شمام عن أنه تمت تشابها وحيدا ربما بين ما حصل في ليبيا وما حصل في السعودية هو أن هذه الإجراءات تمت دون غطاء قانوني بهذا المعنى تحدث طبعا هذه النقطة التي كنت سأعلق عليها من التي تحدث فيها الأستاذ محمود شمام وأستاذ نقدرة لكن قد يكون هذا ما يجري في ليبيا ما يجري في السعودية أمر مختلف حتى في هذا الجانب ما يجري في السعودية هو أن هناك مسلحين يتبنون العنف لمواجهة الدولة والمجتمع ما يجري أن أجهزة الأمن تلقي القبض عليهم إما في مواجهات أمنية مباشرة أو من خلال إجراءات استباقية وضبط الأسلحة والمتفجرات وكل الوثائق التي تدين خططهم تجاه العنف وتجاه القيام بعمل إرهابية تجهت تجاه المواقع النفطية تجهت تجاه مواقع الأمنية تجهت أيضا تجاه مواقع سكنية لسعودين وعرب وهذا أمر من حق الدولة أن تقوم بحماية مواطنيها وساكنين على أرضها وحماية منشآتها النفطية يتم القبض عليهم وبدعة الإجراءات القضائية لكننا نتحفظ نحن حتى السعوديين الذين نتحدث في هذا الشأن أن الإجراءات القضائية والقانونية حتى الآن لم ترتقي إلى ما يواكب هذا الخطر الأمن الكبير الذي تقوم به القاعدة في السعودية وبالتالي كل الإجراءات القضائية التي تم هي بطيئة وهذا ليس بمصلحة الدولة والمجتمع بعكس ذلك هذا لمصلحة الجماعات الإرهابية لأنها ما زالت تمارس الاستقطاب وتمارس أيضا هناك من يحرط بالداخل عناصر بالداخل تحرط في أماكن غير واضحة اجتماعية في الاستراحات والملتقيات الخاصة وشحن الشباب والصقار السن وهذا يؤكد أن كثيرا من العناصر الملتحقة بالقاعدة خلال السبع سنوات سنوات الماضية هي عندما بدأ أول عمل إرهابي 2013 مايو كان بعضهم ما زال بالعشر أعوام الآن عمرهم 17 سنة أو 18 سنة أو 20 سنة وبالتالي هذا يؤكد أن عدم الوضوح في الإجراءات القانونية والإسراء فيها يؤدي بالتالي إلى استقطاب أعداد أكبر لكن هذا لا يعني أن ما يجري هو خارج الإطار قانوني كلما تم القبض عليهم هذه نقطة مهمة وليس مجاملة للنظام السياسي لا يوجد نظام بوليسي في السعودية بالأمانة بالأكس نحن نتحفظ كثيرا أن بعض الذين يحرضون ويظهرون بالعلامة ويحرضون تجاه المجتمع وتجاه فئات معينة في المجتمع لا يتم القبض عليهم بالأكس ما يقول به الأستاذ محمود الشمام سأعود لهذه النقطة سيد أريك استاكل بك في واشطم وراسل السيبان نيوز لشؤون الإرهاب أريد معك نقش نقطة سريعة أيضا تحدث السيد سيف الإسلام أثناء الإفراج عن هؤلاء عن أن مئة من المفرج عنهم في ليبيا لهم علاقة مباشرة بالمجموعات المسلحة الموجودة في العراق هل يشكل ذلك قلقا لدى واشنطن من أن بعض هؤلاء قد يعيد الاتصال بجماعات موجودة في العراق لتنفيذ عمليات وهذا يشكل أيضا ربما قلقا عراقيا نعم يا حسين كانت لدينا مشكلة حقيقية في منطقة الصحراء في شمال إفريقيا المقاتلون الأجانب يذهبون إلى العراق للقتال والتدريب ثم يعودون إلى أماكن مثل المغرب والجزائر وليبيا كان هناك خط متواصل من أفغانستان إلى العراق ثم إلى شمال إفريقيا نتحدث كثيرا عن القاعدة في اليمن وأنها تهديد متزايد ولكن القاعدة في شمال إفريقيا في المغرب الإسلامي هي أيضا تهديد متنامن يا حسين وأريد أن أعود بسرعة إلى المجموعة الإسلامية المقاتلة في ليبيا صحيح أن هذه المجموعة وأنشطتها تركز فقط على ليبيا وداخل ليبيا وعلى الإطاحة بنظام القذافي إنها لم تشاطر أهداف القاعدة الخاصة بالخلافة الإسلامية العالمية ولكن أيضا صحيح أن قادة الجماعة الإسلامية المقاتلة في ليبيا لهم روابط مع القاعدة أنا قابلت واحد منهم لأكثر من ساعة في الشهر الماضي وقال لي أنه في قندهار وقبل 11 من سبتمبر اجتمع مع أسامة بن لادن وأيمن الظواهري ومسؤولين من القاعدة وانضم إليه أعضاء آخرون من المنظمة الإسلامية المقاتلة أو الجماعة هؤلاء كبار المسؤولين في المجموعة وقالوا لي أنه في يوم من الأيام هذه المجموعة حصلت على تمويل وعلى دعم لوجستي من القاعدة وبينما هدف الجماعة ربما يكون مختلف إلا أنهم يشاطرون نفس الإيديولوجية المتطرفة ثانيا هناك أيضا علاقات مالية وتدريبية أردت فقط توضيح هذا نعم في موضوع العراق لذلك تعليق سريع سيد محمود أنا معنا عبر الهاتف وزير الداخلية العراقية سيد جواد البولاني لنأخذ منه الموقف العراقي من هذه المسألة وأيضا ما نقل قبل يومين عن أن الزعيم الليبي معمار القذافي استقبل مجموعات عراقية تناهض العملية السياسية وتؤيد العمل المسلح وقال لها سأكون صوتكم في القمة العربية تعليقك على هذه النقطة أولا هذه أحد الأشياء الاعتيادية التي اعتدنا عليها من زعيم النظام الليبي وهو اللعب على كثير من التناقضات التي في المنطقة نعم استقبل وافد عراقي وقال لهم أنا ممثلكم في القمة إذا هو الآن لدي سفة أخرى ممثل العراقيين في القمة ولكن ما أشير إليه أعود إلى موضوع الليبيين وهو الموضوع الذي يهمني هؤلاء الذين ذهبوا للعراق ذهبوا مثل مئات ربما ألاف من الشباب العرب الذين اعتقدوا أن عليهم الدفاع عن العراق في وجه ما اسموه بالعدوان الأمريكي أو الاحتلال الأمريكي إذن هناك من ذهب ليقاوم الاحتلال هؤلاء من ليبيا ومن غير ليبيا وهؤلاء غير الجماعة التي كانت تقاتل في ليبيا لأن عندما كان ذهبوا هؤلاء في العراق هؤلاء من الدماء الجديدة هؤلاء ذهبوا من مناطق مثل درنا وما غيرها نزويك نشر التحقيق كبير جدا كيف يصلوا من المدن الليبية إلى العراق وهم ليسوا ضمن إطار الجماعة الإسلامية المقاتلة من المهم التفريق لأن الجماعة الإسلامية المقاتلة هم في السجون منذ تلك الفترة وبالتالي الذين ذهبوا إلى العراق هم من الشباب الليبيين الذين لبوا إذا صح التعبير كل هذه النداءات ورأينا شباب من السعودية ومن مصر ومن سوريا ومن كل مناطق العربية وبالتالي لا يجب الخلق هنا هذه الرغمة هناك نبوم السؤال عن إشارة سيف الإسلامي لأن هناك مئة من هؤلاء نعم هي إشارة لأمريكا نحن ندافع عنكم نحن نعتقل ونحاول أن نهدي ونثقف ونعيد تأهيل الليبيين الذين يقتلون لكم في العراق وفي أفغانستان وفي غير ذلك نأخذ رأي وزير الداخلية العراقي سيد جواد البولاني أهلا بك سيد جواد البولاني نعيدك في هذا الاتصال إلى الملف الأمني بعد ربما استغراق في الملف الانتخابي العراقي أهلا بك في ساعة حرة هل يقلقكم أي اتصال محتمل لجماعات أو لمجموعات مفرج عنها في ليبيا بمجموعات مسلحة عراقية مشاء الخير أستاذ حسين وتحية إلك وضيوفك الكرام يعني وزير الداخلية العراقي لم يترك الملف الأمني حتى في أيام الانتخابات وكانت جزء من العملية اللي كنا نهتم بإنجاحها بشكل حقيقي مع أخوة لنا في هذه الواجب الوطني دائما ننظر لها بالمهمة الوطنية اللي تتحشد لها كل الجهود أنا أعتقد الأخبار عن إطلاق صراح مجموعة من المرتبطين بعناوين الأرهاب والتطرف نعم هو للتطقيق سيد الوزير أن الإطلاق تم لمجموعات انفصلت عن القاعدة والتزمت بالوسطية والاعتدال وأنها ألغت أي فكر أو صلة لها بتنظيم القاعدة ولكن تبقى عند بعض المراقبين مخاوف أن البعض قد لا يلتزم بهذا الأمر جيد نحن دائما نشوف ملف إطلاح الذين تورطوا بقضايا الإرهاب خصوصا تجربة المملكة العربية السعودية بعض التجارب بالمنطقة أيضا العراق فتح هذا المجال كثير من العناصر والجهات التي أخذتها أفكار التطرف والعنف واللي واجهتنا المهم يعني اليوم الأمن زايدا الإطلاح زايدا السياسة في ملفات عديدة تواجه المنطقة لا بد من خلق بيئة وظروف لشبابنا العربي لشبابنا الإسلامي خصوصا شبابنا في المنطقة إلى التنافس العلمي التنافس في العمل في التنمية التنافس الأخلاقي التنافس في أشياء أعتقد المنطقة بحاجة إلى تنمية هذه مسؤولية مباشرة على الأنظمة السياسية على الأنظمة الرسمية أنا أعتقد دائما الخطر الحقيقي لواجه المنطقة هو خطر العنف والتطرف لا بد من أن نستحكم عنوين التعاون والتنسيق في منع ظهور هذه البؤر الإرهابية أو المتطرفة أو لتحاول أن تستفيد من أشياء كثيرة هناك أجندة كانت موجودة في العراق لبعض الإرهابين والمتطرفين بعنوان قتال الإرهاب أو قتال الاحتلال لكن أعتقد اليوم القضية تغيرت كثيرا أجهزتنا الأمنية ما عادت هي الأجهزة نفسها بالألفين وخمسة وألفين وستة وسبعة اليوم أكو ثقة وأكو عندنا سلطات تحقيقية موحلة لمعرفة كل الأنشطة اللي يدور في كثير من مناطق العالم نعم سيد الوزيد ريدميكا بضقيقة لأنني مضطر للفاصل لو سمحت نتعب الوهابي في أفريقيا وفي نعم تعليق حول موضوع استقبال الزعيم الليبي مجموعات عراقية مناهضة للعملية السياسية ومؤيدة للعمل المسلحة هل يثير ذلك استياء السلطة العراقية؟ يعني أولا أنا أجيب فقط عن قضية تتعلق باستقبال عراقيين بهذا العنوان يعني الغروف ما عادت يعني اليوم نحن في انتخابات مهمة وفي تحول ديمقراطي مهم يعني على جميع أن يعلم أن الديمقراطية في العراق أصبحت حقيقة اللي يعد شيء ويعارض النظام ويعارض أي توجهات اليوم نحن كيف نقدر نبني ثقة ونبس روح الثقة للمواطنين العراقين في كل بلدنا وحتى في خارج البلد المهم أكو ثقة بيننا وبين أخواننا العرب يجب أن تترسخ وتتعمق أكو تفاوت بالأفكار والفهم لا بد أن يحد ويقلل إلى درجة تعزز وجود العراق كقوة مهمة بالمنطقة كدولة عربية قادرة على أن تلعب دور مهم تعزز بالملفات المهمة اللي نواجهها في المنطقة أنا أعتقد التعاطي مع العراق يجب أن ينقل من مرحلة إلى مرحلة أخرى اليوم المهم أكو تنمية بالعالم يجب أن تنشأ علاقات جديدة أكو اختراع للعلاقات يجب أن يستمر ولا بد أن نتجاوز كل أفكار الماضي لأن الماضي لا يأتي إلا بالأشياء الضارة أنا أعتقد المستقبل لكل هذه المنطقة لكل الدول أفضل وبإمكاننا أن نقيم علاقات مهمة فيها تبادل مصالح فيها رؤية مشتركة في تطوير مواردنا وتنعكس بالخير على أبنائنا وعلى شعوبنا وبالتالي هذه الشعوب تستطيع أن تنهر بواجباتها في الدولة تهدم بالمواطن أساس وشريك مهم في كل الدولة شكرا جزيلا لك وزير الداخلية العراقي جواد البولاني مشاهدين الكرام فاصل نعود بعده لمتابعة هذه الحلقة من صحر ونعود إلى النقاش في شأن الموضوع الليبي وأيضا عن السعودية بعد هذا الفاصل الثاني في هذه الحلقة نتابع ساعة حرة فابقوا معنا عودوا مشاهدين الكرام للمتابعة ساعة حرة سيد أريك في واشنطن يعني فهمنا نوعا ما من كلام أستاذ محمود شمام وقد قلنا أيضا نتقلم وزير الداخلية العراقية عن موضوع الذين ذهبوا إلى العراق أو كانوا في العراق أو احتمالات يعني الإشارة من سيف الإسلام القذافي إلى المجموعات في العراق وكأن وفق ما يقول أستاذ محمود شمام وكأن هناك رسالة إلى الأمريكيين بأننا نحن نحاصر الإرهابيين وندعمكم في العراق وما شابه كيف تعلق على هذه النقطة؟ هل هذه هي الرسالة فعلا من سيف الإسلام القذافي إلى واشنطن؟ أعتقد نعم نعم يا حسين سيف الإسلام هو وريث معمر القذافي وهو يريد أن يقيم علاقات أقوى مع الولايات المتحدة وهذا شيء جيد لليبيا خاصة عندما يتعلق الأمر بالقطاع الاقتصادي الآن هناك مشاكل عبر السنين مع الشبان الأمريكيين غير المرتبطين بالجماعة الإسلامية المقاتلة فقط شبان ليبيين يذهبون للعراق كمقاتلين أجانب وينضمون لمنظمات الجهاد هناك ليبيا في الواقع هي واحدة من الدول ذات الأعداد الأكبر من المقاتلين الأجانب سيف الإسلام من الواضح يحاول كما نقول نحن في أمريكا يحاول أن يلقي بعظمة إلى الولايات المتحدة وأن يقول أن ليبيا تقوم بدورها في محاربة الإرهاب هل هو مخلص في هذا؟ من الصعب أن نعرف ولكن بالتأكيد يريد علاقات مع الولايات المتحدة وأن تبقى قوية تذكر المقرحي أطلق صراحه في الصيف الماضي وليبيا بالضبط لم تكن تحظى بالشعبية هنا في أمريكا نعم سيد حمود في الرياض أيضا بالربط بما قاله سيد محمود عن أن الحل الأمني هو الطاغي ربما في السعودية وأن بما يشير كما يقول بعض أن بالنمج المناصحة لم ينجح تماما في السعودية لأن كل فترة هناك كشف عن خلايا هناك اعتقالات والأعداد دائما بالعشرات بالمئات هل يمكن الإشارة إلى ذلك على أنه فشل جزئي في الناحية غير الأمنية في مقابل نجاح في الناحية الأمنية بالتأكيد السعودية نجحت على المستوى الأمني بلا شك وعلى مستوى كبير جدا فقط نعطي إشارة تنظيم القاعدة تأسس في السعودية عام 1998 عن طريق يوسف العيري الذي قتل بعد عام 2003 بعد أول عملية في 12 مايو ثم تل ذلك مواجهات على مدى ثلاث سنوات مواجهات قوية وكبيرة في الرياض وفي مدن أخرى في الشرقية وفي جدة بعد ذلك استطاع الجهاز الأمني أن يقضي على خلايا القاعدة في السعودية ويصل إليهم قبل أن يقوم بأي أعمال ويصل إلى كل تحركاتهم وحتى اتصالاتهم اضطر التنظيم أن ينقل قيادته وعناصره إلى اليمن بسبب الأوضاع الأمنية في اليمن وأيضا للقرب من السعودية ويستطيع الخلايا أن تتسلل إلى السعودية وهذا ما حصل فيه كثير من الخلايا التي تسلت ثم تم القبض عليها أو حدثت مواجهات على الحدود الحل الأمني نعم ناجح لكن فعلا نحن نقول أيضا في السعودية أن الحل الأمني لا يكفي وأنه لابد من الحل الفكري التطرف هو الأرضية الأولى للإرهاب التطرف ما زال موجود عناصر متطرفة ما زال في خطاب متطرف في السعودية ومن عناصر دعوية في المجال الديني وظاهرة وتتحدث بوضوح هناك وهذا أنا أختلف مع الأستاذ محمود شمام لأن السعودية ليست الدولة بوليسية ولأن السعودية والأمضمة عموما أو أمضمة الخليج هي رحيمة جدا فأحيانا تتجاوز عن كثير من الإجراءات التي قد تقود بالنهاية إلى أن يتم أن تصل عناصر صغيرة أن تتأثر بهذا الخطاب ثم تنخرط في خلايا القاعدة وعناصر القاعدة وهذا هو الخطورة ولا بد أن يتم التعامل بوضوح مع الخطاب المتطرف في السعودية نعم في حالي ترسال حمود لماذا لم تبرز في السعودية مراجعات أساسية فيما يتعلق في أفكار الجماعات المتطرفة هناك مراجعات الآن المفرج عنهم في ليبيا يتحدثون عن تصحيحات ويدعون إلى الاقتضاء بها هناك مراجعات حصلت في الجماعة الإسلامية في مصر هناك مراجعات الدكتور فضل في مصر أيضا والتي أثرت كثير من النقاش وجدال داخل الجماعات الإسلامية لماذا لم تبرز في السعودية مراجعات جذرية تأخذ أهمية تلك التي كانت في مصر باعتقادي لأن العناصر المضوية تحت القاعدة بالسعودية هي عناصر على المستوى الفكري ضعيفة جدا وبالتالي هي مجرد عناصر متأثرة أيديولوجيا لكنها لا تملك العمق الفكري حتى للمراجعة ذاتها ولمراجعة خطابها هذه هي المشكلة أيضا لأن الخطاب المتطرف هو خطاب بسيط وسطحي جدا تندفع عناصر كثيرة للنخراط فيه لا توجد عناصر قيادية على مستوى من الفكري العميق وبالتالي تستطيع أن تراجع بعد سنوات أو بعد مواجهات كثيرة كل ما هناك أن مجموعة من الدعاء ومجموعة من البسطة ومجموعة من أصحاب الأهداف السياسية السهلة لكنهم لا يملكون العمق الفكري وليس عندهم على فكرة يعني مشروعهم مشروع يعني عنفي مباشر لا يوجد حتى موضوع أنهم يعتقدون أيضا أحيانا في خطاباتهم البسيطة أنهم يستطيعون أن يقلبون النظام وأن يوصلوا للسلطة بهذه البساطة بهذه الفجاجة هذا يدعو إلى أن تجد أن هذه العناصر لا تملك القدرة الفكرية لمراجعة ذاتها وهذا هو المشكلة أيضا أيضا أنا بيشير بس لنقطة أن السعودية حتى الآن وهذه نحترف فيها على الأقل نحن خارج بالإطار الذي نحلل فيه أن السعودية لم تضع استراتيجية على المستوى الفكري لمواجهة القاعدة وخطاب التطرف في السعودية كل ما هناك هو اجتهادات بسيطة وهذا أيضا بدأ الحديث عنه بوضوح الآن هناك كرسي للأمير نايد بن عبد العزيز في جامعة المكسعود لوضع استراتيجية المواجهة الفكرية لكن أحد أو المشرف على الكرسي قال أنهم وضعوا استبيان فوجدوا أن 75% من المجتمع السعودي ليس مرتاحا لما سعلته ومفهوم الأمن الفكري لأن بعض الذين ينتمون إلى المحافظة والخطاب الديني يرون أن ذلك قد يعطي فرصة للتغريبيين أن يكونون مهيمنين على المجتمع لأن هناك خطاب دعوي يتحدث عنه أن هناك كائنات غريبة لا نعلمها ولا نعرف مينها موجودة فيه أن في السعودية خطاب تغريبي وخطاب ألماني يريد أن يبعد الناس عن الدين ومجافل الحقيقة هذا الخطاب هو الذي يهيئ للقاعدة أن تستقطب صغر السن وبالتالي ينضون تحت هذا الفكر بدعوة هذه المخاوف نعم أستاذ الحوت شمام يريد تعليق على هذا الكلام وأيضا سؤال استلحاقي به من المسؤول عن إبقاء النظرة في السعودية وكأن السعوديين مخيرون ما بين القاعدة والتطرف أو بين التغريبيين والعلمانيين بمفهوم المتحفظين أولا لدي الكثير لا أرد عليه أولا أقول للسيد أريك أن سيف القذافي لم يرمي عظم للولايات المتحدة لقد رمى إليها فخذ كامل ربما العظم في المية إرهابي كما يقولون الذين قاتلوا في العراق ولكن اللحم هو في شركات النفط والامتيازات التي حصلت عليها شركات النفط وكل في هذه الأشياء هناك مصالح مهمة جدا الآن بين السيد سيف القذافي وأنصاره وبين الولايات المتحدة وهذا أنت قلت أنه أمر جيد أنا أقول دائما الأمر جيد هو الذي يتم بإرادة الشعب الليبي وليس بإرادة حكامه هذه النقطة أولى ولكن حتى لو عادت المصلحة على الشعب الليبي بهذه العقود النفطية هناك تطوير اقتصادي هناك رمزية أصلا في مكان الاحتفاء بالمفرج عنهم كان هناك أكبر فندق في ليبيا يفتتح وتم فيه هذا الإعلام نعم هذه وجهة نظر أحترمها ليست وجهة نظر هذا السؤال دعني أقول لك لماذا خرج كل هؤلاء على السلطة وبالتحديد في ليبيا لماذا قاتلوا السلطة كانوا شباب صغار 18-19-20 سنة وتحملوا هذه الألم لماذا؟ نظام قمعي في الثمانيات قد قفل كل شيء على الليبيين ولازال مستمرا هذا النظام وكان هناك بطالة رهيبة في ليبيا وكان هناك سوء استخدام لأموال النفط بمعنى أن مواجهة الإرهاب حقيقة مواجهة التطرف في اعتقادي أنا يتم بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المتوازنة ويتم أيضا وأنا أذكر ما قاله الآن السيد جواد من وزير الداخلية العراق بصناديق الانتخاب أفضل طريقة لإيقاف هذا التطرف هو أن تلجأ إلى صندوق الانتخاب عندما نجد الناس مكان يعبروا فيها عن أراءهم عندما نجدوا منابر يعبروا فيها عن أراءهم عندما نجدوا الشقة يتزوجوا فيها عندما نجدوا زوجها عندما نجدوا تعليم ولا صحة ماذا يلجأون؟ يلجأون إلى العنف العنف هو نتيجة رد على عنف السلطة وليس عنف قائم بفعل الإيدولوجيا الإيدولوجيا جاءت في مرحلة متأخرة لذلك أسألك ليست عودة هؤلاء المفرج عنهم عن فكر العنف هو بسبب استشعارهم أنه ثمت توجهات للتنمية في ليبيا؟ العودة على فكر العنف لا يتم فقط عند هؤلاء العودة أولا سؤال الآن هؤلاء تابوا هل تابت السلطة عن العنف؟ نريد توبط السلطة عن العنف وعن القتل وعن الإرهاب وعن مصادرة حقوق الناس وأرزاق الناس هل تابت السلطة؟ أنا أسأل سيف القذافي وهو على أي حال ربما حقق نجاح في هذا الأمر قياسا على مجموعة والده وماذا يريدون وعلى شقيقه المعتصم أو أي كل ما يقال عن هذه الخلافات التي لا تهمني كثيرا ولكن أقول نريد السلطة هذه السلطة التي حكمت ليبيا أربعين يوم تتوب عن أسليبها التي قمعت الشعب الليبي وجعلت ليبيا بدون دولة جعلت ليبيا بدون دولة بدون قوانين بدون دستور بدون انتخابات بدون حقوق وبالتالي أيضا هؤلاء كانوا أسرع تم الحوار معهم واستتابتهم وهم أسرع وليس هم مطلقين صراح وبالتالي أقول مرة ثانية التنمية الاجتماعية المتوازنة هي الحل الحقيقي أيضا في السعودية الحل الأمني ربما نجح كما قال الأخ السعودية في ذلك ولكن ماذا السعودية ربما هناك 60% لا يملكون مساكن في السعودية الشباب يعانوا من أوضاع اقتصادية سيئة في بعض المناطق في السعودية ليس لدي صورة كاملة ولكن هل اتجهت السعودية إلى التطرف الذي هو في أحيانا يأتي حتى من قمة السلطة هل هناك مقاومة للإصلاحات التي يحاول ملك عبدالله الآن أن يجريها هناك رغبة حقيقية عند الملك عبدالله في جراء إصلاحات وهناك مقاومة عنيفة ليس بقط من قبل التيار الجهادي أو التيار القاعدة ولكن من تيار أيضا داخل المنظومة السعودية نفسها التي قامت على فترة طويلة لمزاوجة السلطة بالدين يجب أن نفكر في هذه الأشياء نفكر ونتابع بعد هذا الفاصل الأخير مشاهدين الكرام نعود إليكم بعض قليل لمتابعة ساعة حرة فابقوا معنا عودة مشاهدين الكرام لمتابعة ساعة حرة سيد أريك من واشنطن لديك ربما كثير من الملاحظات مما استمعت إليه من ضيفينا في الرياض وهنا في الاستيديو تفضل بالتأكيد أيها السادة دعونا نتذكر شيئا محمود أثاره نظام القذافي هو نظام طاغ وحشي قمعي قاتل يقاد من رجل مجنون اسمه معمر القذافي نأمل أن سيف الإسلام ابنه سيأخذ ليبيا في اتجاه ديمقراطي مختلف دعونا لا ننسى إرث نظام القذافي المتسم بالوحشية ضد شعبه رقم واحد ورقم اثنين في العالم هناك طغيان كما قال زميلي في السعودية لو نظرنا على الديمقراطية والمجتمع الحر في السعودية liberal ماذا بشرف이 حقوق النساء لماذا لا يستطيع احد ان يجلب التوراة والانجيل الى السعودية لماذا لا يستطيع بنى كنيسة السعوديون يبنون مساجد هنا في امريكا لماذا لا يستطيع واحد من الغرب أن يبني كنيسة في السعودية. هذه هي الحرية الحقيقية. حرية الدين. حرية المرأة. لماذا قطع الأعناق كل يوم جمعة في وقت الغداء في السعودية. هذه ليست علامات على مجتمع مفتوح وديمقراطي. نعم فقط سيد إيرك. دعني أتحفظ هنا كإعلامي في هذا البرنامج. على استخدام تعبير مجنون الذي ذكرته. هذا خارج السياق. هذا الحديث. نتحفظ عن هذا التعبير. وأمر أن يبقى استجال في شأن معمر القذافي هو رجل المجنون. رئيس الأمريكي سماه رجل مجنون في 80 نيات. نعم. نعم. نحن نتحفظ عن هذا التعبير. هناك من يؤيدون العقيد القذافي من الليبيين. نبقى في استجال سياسي في هذا الإطار. أستاذ حمود. لديك أي تعليق على ما تحدث به السيد محمود شمان. فيما يطع لك بالسعودية. يعني يمكن تحدث عن نقاط المهمة التي تحدث عنها الأستاذ محمود شمان. صحيح أنه أيضا في نقطة مهمة تحدث عنها. وأن الملك عبد الله بن عبدالعزيز هو الآن يجري كثير من الأصلحات على مدى السنوات الأربع الماضية. وتلك الأصلحات بعضها بدأ على مستوى القضاء. على مستوى التعليم. على مستوى أيضا التنمية الاقتصادية. وأيضا على مستوى المعرفي. يعني جامعة الملك عبدالله وما تطمح له. طبعا هناك معارضون كثر. أو صوتهم عالي في السعودية. من التيار الديني المتطرف. دعونا نكون واضحين. ومحاولة مواجهة الخطاب الإصلاحي السعودي الحالي. يريدون لأن عربة الإصلاح عندما تتحرك سيكون خارج النسق الحضاري والتنموي. لأن الخطاب الذي يعتمد عليه خطاب خارج التنمية وخارج التاريخ. هناك أصوات مزعجة. ومحاولة مربكة. وهناك فتاوى تخرج من بعض أسماء كبيرة في مجال التكفير. وفي مجال أيضا حتى وصلت إلى بعضهم قال بهدم المسجد الحرام. حتى يتم فصل الرجال النساء في المشاعر المقدسة. والقيام بواجباتهم الدينية. هذا الخطاب موجود. لكنه لازم نتحدث بوضوح أنه ينحسر. لكن يجب أن يكون هنا الخطاب التنموي. يجب أن يكون يتسع وتظهر أثاره سريعا على المجتمع. حتى يتم مواجهة الاستقطاب الحاد الذي يجري على مستوى الناشئة والصغار السن. الذين يهيئ لهم هذا الخطاب المتطرف. لينضموا إلى القاعدة. هم أحيانا بعض أصحاب هذا الخطاب المتطرف. لا يتحدثوا بلغة واضحة تجاه مثلا السلطة. لكنهم يتحدثوا عن بعض الإجراءات الإصلاحية التي تتم لثني السلطة عن المضيف الإصلاحات. ورغم أن ذلك لا يهتم حاليا. تجري بعض الإصلاحات وتجري بوضوح. وبعضها يجري على مهل أكثر مما يجب. لكن أعتقد المسارع في تلك الإصلاحات. والسماح أيضا بنقد. وهو موجود. هذا الخطاب وتعريته. كفيل بإبعاد كثير من الناشعة وصغار السن من الإنخراط والإنقياد خلف خطاب القاعدة وخطابها العنفي وخطابها الذي يتجه بتدمير المجتمع. لكن عندي تعليق على الزميل من واشنطن. بالنسبة للممارسات الدينية في السعودية تتم لغير المسلمين في أماكنهم الخاصة. السعودية مجتمع مسلمي في المئة فيختلف المجتمع الأمريكي الذي يوجد في مسلمين أمريكيين وبالتالي يسمح لهم ببناء المساجد. دائما هذه النقطة السعودية قد لا يتفهم الغرب وهذا من حقهم. لكن نحن نقول ودائما تجري أن ممارسة دينية داخل المنازل والأماكن الخاصة لا اعتراض عليها على الأقل عن طريق المؤسسات الرسمية. قد يكون بعض الذين يغالون يضايقون في هذا المجال لكن لا يتم التعدي عليهم. نعم أيرك سأعود إليك لكن محمود شمام لديك تعليق وأعود إلى المدخل الأولى ما يتعلق بحضور السفير الأمريكي. كما قال أيرك في بداية الحلقة هذا إنجاز يعتبر أن هناك متطرفين عادوا عن تطرفهم والبيئة المتحدة كونها تحارب الأفكار المتطرفة فهي تحتفي بهذا الموضوع مع من يحتفي به. فلماذا الاستغراب ولماذا يدخل موضوع الإرهاب في موضوع السيادة هل للإرهاب حدود أو مكان أو زمان؟ قبل أن أجيب عن هذا السؤال أريد تعقبين سريعين الأول بخصوص ما قاله إيرك حول جنون القذافي أنا أرفض هذه المقولة أرفضها علمية أرفضها سياسية أنا أقول أن القذافي مسؤول عن أفعاله وأن القذافي لديه نهج سياسي واقتصادي ولديه تصورات ولديه الشعب الليبي يقيم تجربه عليه لمدة 40 سنة وبالتالي القذافي مسؤول عن تصرفاته ونحن نريد أن نحسبه على هذه التصرفات ونريد وعندما نقول بأن نرفض هذا النظام إذن نرفض هذه التجربة عن وعي ونعتقد أن هذه التجربة فرضت عن ليبيا بوعي من القذافي وليس نتيجة كما يقول سيد إيرك لجنونه القذافي رجل عاقل ورجل يتصرف وفقا لما يريد أن يقوم به في ليبيا ونحن نتحدى في هذا الصدد ونقاومه ونعاني منه ولكن نعتبره مسؤول عن تصرفاته بشكل كامل الأمر الذي ندعو إليه في ليبيا هو كما قلت العودة إلى الدستور العودة إلى دولة الاستقلال وعندما نتحدث عن مصالحة ومتحدثون عن مصالحة مع أولا ليس هناك مصالحة قبل أولا أن نعرف الحقيقة ثانيا أن تطبق العدالة ثالثا أن ينصف الناس الذين ظلموا والذين اتطهدوا من ينصف الأمهات من ينصف الأولاد الذين ترملوا وبالتالي ليس هناك مصالحة بدون توفر العناصر الأساسية الثلاثة الحقيقة العدالة ثم الإنصاف بالنسبة ل بقيقة واحدة هل الإرهاب مكان وحدود لتقول أن حضور السفير الأمريكي يعني انتهاك للسيادة الولايات المتحدة قررت أن ليس للإرهاب حدود أنا أقول للإرهاب حدود لو الولايات المتحدة خلال الستين عام الماضي توقفت عن دعم هذه الأنظمة الدكتاتورية والأنظمة الشمولية وأصرت على الديمقراطية والتنمية وما شبه ذلك مثل ما تسمح به في الولايات المتحدة لما خرج الإرهاب من العالم العربي لكان إرهابا ربما في مكان آخر وبالتالي هناك مسؤولية من الولايات المتحدة ومن الغرب الذين دعموا الإرهاب ودعموا الأنظمة الدكتاتورية والشمولية ثم يعودون الآن لمجرد اللوح لهم كما قال إريك بعظمة أحد الأنظمة يعودوا مرة ثانية ليدعموا هذه الأنظمة ضد شعوبها وضد تطلعات الديمقراطية والحرية أريك ستاكلبك تفضل بالرد على كل هذه النقاط أعتقد أن رجل مثل القذافي الذي قتل شعبه وقتل المئات من المواطنين غير الليبيين هذا الرجل بصراحة يلقي واحدة من أغرب الخطابات التي سمعتها أمام الجمعية العامة في سبتمبر أنا أشبه بصدام حسين وسالين وهتلر وبول باط نعم إنه يعرف بالضبط ما يفعله ولكن هناك مسحة من الجنون ربما رونالد ريجن الرئيس الأمريكي قال نفس الشيء في ثمانينيات وبالتالي عندما أقول أنا هذا يا حسين فهذه ليست لحظة خارقة الكثير من الناس والمحللين المحترمين وصفوه بأنه رجل مجنون إنه شرير نعم ولكن الولايات المتحدة عقدت معه صفحة جديدة هل هو فتح صفحة جديدة المعمر القدافي فتح صفحة جديدة لا أعتقد أنه فتح صفحة جديدة أعتقد أنه نفس الرجل الشرير ولكن من ناحية الاقتصاد كما قال محمود ليبيا فيها الكثير من النفط وفي نهاية المطاف أمريكا بدون شك تريد أن تصل إلى سوق النفط هذا ليس بسر أنا لا أعتقد أن القدافي تحول إلى ملاك عفوا عن موضوع دعم الإرهاب أو أن الولايات المتحدة ربما ساهمت في تنامي هذه الظاهرة الرد على هذه النقطة بدقيقة لا سمح بشأن بشأن دعم الولايات المتحدة أو بساهمتها في انتشار الإرهاب خارج العالم العربي يعني بسياساتها كما قال محمود شمام أعتقد أن هذا خطأ الأنظمة مثل سعودية وليبيا وباكستان هذا خطأ هذه أنظمة قمعية تقمع شعوبها وأعتقد أن نكون قريبين منها هذا خطأ ولكن المشكلة يا حسين ما هو البديل حكومة جهادية من مثل الطالبان تأتي إلى السلطة في السعودية نحتاج إلى بديل ديمقراطي حقيقي في هذه الدول ولكن أمريكا لم تقم بعمل جيد في انتقاء حلفائها في العالم الإسلامي نعم في اعتقادك الآن القاعدة تتراجع أم تتقدم بناء على ما نقشنا في كل هذه الحلقة أعتقد رقم واحد قيادة القاعدة في باكستان ضعفت عدد من كبار القاعدة في باكستان وفي المناطق القبلية قتلوا أو أسروا ولكن القاعدة تتقوى في أماكن أخرى مثل اليمن والصومال وشمال إفريقيا والشيء الآخر هو أن أيديولوجية القاعدة لا تزال تنتشر في العالم هناك إرهاب محلي شكرا محمد شمام 20 ثانية لدي فقط قال بأن نحن مضطرين لتأيد أنظمة الشمولية حتى لا تأتي حكومة جهادية لماذا لا نكون حقنا مثل حق الآخرين الولايات المتحدة أوصلت حكومة محافظة جديدة من جورج بوش وديك تشيني لماذا لا يملك الأفغاني أن يعطي طلبان أنا أعتقد الديمقراطية هي الأساس نعم يقول أنه لم يقل التحديين علينا أن ندعم هذه الأنظمة على كل حال سنفتح هذا الموضوع ربما في حلقات أخرى شكرا جزيلا لكم أسف أستاذ حمود أخذنا الوقت ربما في حلقة تانية نستكمل معك أستاذ حمود الزياد العطيبي الباحث السعودي في شؤون جماعات الإسلامية محمود شمام المحليل السياسي الليبي وإيريك ستيكلبيك مراسل سي بان نيوز لشؤون الإرهاب شكرا لكم جميعا وإلى اللقاء اشتركوا في القناة